أعجبني فكرة ابتديت فيها بتقولي المرأة نصف المجتمع لو حبيت تعرفي المرأة شو تعريفك للمرأة بالحقيقة المرأة هي نصف المجتمع لأنه ما في رجل إليك هو إجاب من أمرأة ومين يلي ربها الرجل هي المرأة فالمرأة حقيقة هي نصف المجتمع المرأة هي الزوجة المرأة هي الأم المرأة هي الصديقة المرأة هي الأخت المرأة هي في إلأ أدوار كتيري الجدي الجدة طبعا فالرجل والمرأة حقيقة هن متساوين متساوين رب خلقهم رجل وأنثة متساوين لكن مختلفين في الأدوار لكن هن متساوين وإذا حبينا نتحرك أكثر في الموضوع أنا دائما بقول من دراستي للحضرات القديمة والديانات مقارنة الأديان بشوف أنه المسيح هو الوحيد اللي رفع من شأن ومن قدر المرأة شو رأيك؟ حقيقة مية بالمية اللي عم تقولي صاح السيس لأنه كل الحضرات كل الحضرات اللي مرأت كانت تتحط من شأن المرأة لكن المسيح بس إجا رفع من شأن وغير كل المفهوم وإذا بدي أعطيك مثل كتير بسيط السامرية السامرية كانت امرأة تخاف تتواجد بين الناس كانت تروح على البئر بالظهر طقت الشمس بالحر كانت تروح حتى لا تحكي مع حدا لكن بس لتقيت مع المسيح وعملت هالحوار هي والمسيح المسيح أعطيها السلام وعطيها صوت وراحت على المدينة كلها ولا خجلت كانت تنادي بالمسيح تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعل هذا الصوت الذي نحن نطالب به هذا الصوت الذي بدنا يكون للمرأة أن تقدر ترفع صوتها وتقول هي شو بدها؟ شو احتياجاتها؟ المثل تاني كما فينا أعطيكي عن المرأة هي المرأة التي أمسكت في ذات الفعل جريمة الشرف يلي نحن نعاني منا كتير في مجتمعاتنا جريمة الشرف جبوه قدم المسيح قالوا له مثل هذه ترجم انت شو بتقول؟ قالوا المسيح من منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر طيب يا جماعة وينو الشخص الزاني معها ليش ما نحن مثل ما جبناها نجيبه ليش هالتمييز ليش المرأة هيطواطة مثل ما منقول ليش لقعتناها إلى وهذاك تركناه لكن المسيح أبدا كان موقف مختلف رجع الأمور إلى نصابة نحن عايشين في مجتمع ذكوري طبعا في الشرق الأوسط ودائما بركزه على قيمة وأهمية الرجل مع أنه اليوم والحق يقال أنه فيه تحركات كتير اللي بتطالب في أمور يعني حرية المرأة زي أي حريات أخرى صحيح هذا كتير مضبوط تحسن كتير الوضع لكن بس تدخل إلى مجتمعاتنا العربية للأسف بتلاقي أنه بعدنا كتير كتير فيه إشي كتير لازم نشتغل وهذا اللي وجدته بعلاقاتي مع كل الستات ستات العربية اللي جيين من كل مختلف البلدين العربية بس تدخل إلى أعماقهم بس تتحدث معهم بس تشوف احتياجاتهم بتلاقي جيين وحاملين هالباكج يلي جاي معهم الرجل بعده رجل شرقي والمرأة بعدها أمرأة عربية عندها هيدا المشكلة نحن بحاجة فيه تحديات كتير نحن بحاجة نشتغل على هيدا الموضوع حقيقة وكمان عشان اعترافات يعني هاي المشكلة كمان في المسيحية بتشوفيها بشكل يعني مش بس مجتمع معين حتى بين المسيحيين بعانوا من هذه المشكلة للأسف أنا رحت على بلدين عربية كنت أخدم فيها مع الستات ما كانوا بس يكون أنا وزوجي عمل نخدم سواء لأنه فيه رجل معنا وفيه أخوة أخوة مؤمنين قصص وخدام كانت المرأة ما تقعد معنا بس طبعا أنا بهذاك الأوقات ما كنت تقبل ليقعد على الطاولة إلا ما كل الأخوات يكونوا موجودين لأنه نحن لازم نرد هيدا الاعتبار لازم نقول للأخ المؤمن لازم نقول للأسيس أنه المرأة رب ما فرقها وما ميزها فيه أدوار مختلفة أنا معك مية بالمية لكن هي متساوي فيها تقعد على نفس الطاولة ويكون إلى صوت هي والرجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة